بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا في الحلقات الماضية أن المصدر الأول للثقافة الإسلامية هو القرآن الكريم ولكن المسلمون يواجهون بمشاكل وينبغي عليهم أن يحلوا هذه المشاكل لكي ينهلوا من منهل القرآن الكريم ولكي لا يضطروا للالتجاء إلى الثقافات المستوردة التي في كثير من الأحيان تخالف الثقافة الإسلامية القرآنية الأصيلة من جملة تلك المشكلات الفهم الخاطئ للقرآن الكريم وهذا الفهم الخاطئ ينتج من عدة أمور من تلك الأمور ذكرنا هو أن نتعامل مع القرآن كما نتعامل مع كلام سائر البشر والتعامل مع القرآن كالتعامل مع سائر كلام البشر يوجب عدم الاعتقاد القلبي الراسخ بالقرآن ويوجب تزلزل العمل لأن الإنسان إذا لم يكن يعتقد اعتقادا جازما فإن عمله أيضا لا يكون مطابقا لما في القرآن الكريم ولذا الإيمان اكتسب أهمية كبرى الاعتقاد له أهمية كبرى لأن هذا الاعتقاد يظهر على جوارح الإنسان إذا كان جازما وإذا لم يكن اعتقادا حقيقيا ومجرد لقلقة لسان لا يظهر على جوارح الإنسان وعلى عمل الإنسان ولذا في الإسلام الاعتقاد قبل العمل لأن الاعتقاد إذا لم يكن موجودا فإن العمل لا يكون متطابقا مع ذلك الاعتقاد لعدم وجود ذلك الاعتقاد الإنسان الذي لا يعتقد بالقرآن الكريم فمن الطبيعي أن لا يعمل بالقرآن الكريم والذي لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى فمن الطبيعي أن لا يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى والذي يعتقد عقيدة خاطئة من الطبيعي أن تلك العقيدة الخاطئة تسوقه إلى منحاها فلذا الاعتقاد قبل العمل ولذا كان الإيمان هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان كما يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح القرآن صحيح هو مركب من ألفاظ ومن كلمات ومن حروف ونفس الكلمات الموجودة في القرآن الكريم يستعملها العرب في استعمالاتهم اليومية مثلا كلمة الحمد لله رب العالمين في كلامنا اليومي قد نستعمل كلمة الحمد قد نستعمل كلمة الله قد نستعمل كلمة العالمين وهكذا سائر الكلمات ولكن الفرق أن تركيب القرآن هذا التركيب إعجازي بحيث أنه يعجز البشر من أن يأتوا بمثله إذا أردنا أن نشبه تشبيها لكي تتضح الفكرة إذا وجدنا صبغا الصبغ هذا متوفر وسعر الصبغ لا يتعدى دراهم معدودة إذا أي واحد يذهب إلى الأماكن التي تباع الأصباغ يجد أن الأسعار عادة أسعار ليست مرتفعة وأسعار زهيدة ولكن وبلا تشبيه والأمثال تضرب ولا تقاص إذا جاء الفنان الذي درس ومارس فن الرسم بنفس هذه الأصباغ يرسم لوحة في بعض الأحيان هذه اللوحة يبلغ سعرها الملايين وعشرات الملايين لماذا الصبغ نفس الصبغ ولكن يد الفنان هذه اليد بنفس الصبغ خلقت لوحة هذه اللوحة مليئة بالمعاني وقد كثير من هذه المعاني لا يلتفت إليها إلا الفنانون الآخرون عامة الناس قد ينظرون إلى الظاهر ويستذوقون الظاهر ولكن الفنانون الآخرون قد يأتون ويكتشفون أمور كثيرة وضعها الرسام في لوحته فهذا المثال بلا تشبيه ولكن لتقريب الفكرة القرآن أيضا مركب من كلمات هذه الكلمات يستعملها الناس في حياتهم اليومية ولكن هذه الجمل وهذه الآيات وهذا التركيب فيه جانب البلاغة والإعجاز بحيث أنه ظاهره أنيق وباطنه عميق والذين يستنبطون من القرآن يتمكنون من استنباط كثير من الأمور التي قد تخفى على عامة الناس التعامل مع القرآن كتعاملنا مع سائر كلمات البشر هذا الخطأ الأول ويوجب ضعف العقيدة بالقرآن ونتيجة على ذلك عدم ظهور العقيدة على أعمالنا وعدم ظهور مفاهيم القرآن على أعمالنا هذه المشكلة الأولى التي قد نواجه بهذه المشكلة في تعاملنا مع القرآن الكريم المشكلة الثانية التي قد نواجه في تعاملنا مع القرآن الكريم هو الفهم التجزيئي للقرآن القرآن هو وحدة متكاملة الثقافة الإسلامية هي وحدة متكاملة الخلل في أي جانب من جوانب هذه الثقافة يوجب خلل في حياة الإنسان وأيضا نمثل مثال آخر وكما ذكرنا الأمثال تضرب ولا تقاس قد في بعض الأحيان نسمع بسقوط الطائرة فحينما الفنيون المهندسون يقولون سبب سقوط هذه الطائرة يتبين أن جميع أجزاء هذه الطائرة وجميع مكوناتها كانت سليمة سوى بعض المكونات وبعض الأجزاء خلل في بعض الأجزاء أدى إلى سقوط الطائرة الثقافة أيضا كذلك يعني وحدة الثقافة الإسلامية وحدة متكاملة كل جزء منها يكمل الجزء الآخر وعدم العمل ببعض مفردات الثقافة الإسلامية يوجد خلل في حياة الإنسان وفي بعض الأحيان يوجب ازدواجية بالنسبة إلى الإنسان كما يشاهد في بعض المسلمين الذين يريدون أن يجمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة غير الإسلامية الفهم التجزيئي للقرآن هذا أمر مرفوض حتى القرآن ينهى عن ذلك الله عز وجل في القرآن يذن بعض الناس ويقول الذين جعلوا القرآن عظين الذين جعلوا القرآن عظين يعني جزء جزء يعملون بجزء ويتركون أجزاء أخرى والآن نحن نشاهد هذه الحالة بوضوح خاصة في بعض الأمور التي هي من مسلمات الثقافة الإسلامية وعكسها من مسلمات الثقافات الأخرى يعني هناك بعض الأمور مشتركة ولكن كثير من الأمور فيها اختلاف وهذا الاختلاف بعض الأحيان إلى درجة مئة وثمانين درجة بحيث أنه المسلمة الإسلامية شيء الثقافة الإسلامية في تلك المفردة مسلمة وفي تلك المفردة بطريقة أخرى مسلمة في الثقافات الأخرى فالبعض الذي يريد أن يجمع بين الأمرين تجده يأخذ من القرآن ما ينسجم مع وضعه ويترك من القرآن ما لا ينسجم حسب زعمه يعني مثلا الآن نحن نشاهد من الواضح أن الأمم المتحدة ألغت مسألة الإماء والعبيد وقانون حقوق الإنسان يقول بأنه لا يحق لأي إنسان أن يستعبد أي إنسان آخر طبعا كما هو واضح مسألة العبيد والإماء هذه من المسائل التي شرعها الإسلام وأقرها الإسلام وحتى هناك عشرات من الآيات القرآنية تشير إلى مسألة العبيد والإماء وتشرع لبعض التفاصيل الجزئية المتعلقة بالأمر طبعا بين قوسين وكما ذكرنا في مواضيع سابقة أن الإسلام لم يحصر الأمر في أسراء الحرب في العبيد والإماء يعني في الاسترقاق وإنما هناك خيارات متعددة العافو المن حسب تعبير القرآن الكريم الفداء السجن القتل أو الاسترقاق والأمر ترك إلى الحاكم الشرعي يعمل حسب المصلحة إذا كان المصلحة في قتلهم يقتلهم إذا كان المصلحة في حبسهم يحبسهم إذا كانت المصلحة في أخذ الفداء منهم يأخذ الفداء إذا كانت المصلحة في إطلاق سراحهم بالمن يطلق سراحهم وإذا كانت المصلحة في استرقاقهم يسترقهم يسترقهم فالأمر مترك إلى الحاكم الشرعي ويمكن الحاكم الشرعي يرى في ظرف أنه ليس من المصلحة الاسترقاق فلا يسترق أحدا منهم لكن أصل تشريع الحكم ولو بعنوان أحد أفراد الأمر التخييري مخير بين عدة من الأمور إحدى تلك الأمور الاسترقاق فهذا الأمر يمكن نحن عندما نواجهه الآن في العصر الحاضر ومقابل الحضارة وخاصة الحضارة الغربية وقوانين الأمم المتحدة هناك اعتراض على هذا القانون الإسلامي والبعض الذي يريد أن يجمع بين مقررات الأمم المتحدة وقراراتها وبين مسألة حقوق الإنسان حسب المنظور والمفهوم الغربي وبين الإسلام البعض يأتي ويحاول أن يتفلسف لكي يلغي هذه الآيات من القرآن الكريم يعني عملا صار جعل القرآن عظيم البعض مثلا يأتي ويقول كما قرأت في بعض الكتب لبعض من يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين بأن هذا الحكم كان موقعا وانتهى وقته وكأن هناك نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن الحكم موقعا وإنما الحكم دائم ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يمكن أن ينسخ شيء من أحكام الشرق بعد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية في يوم الغدير قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بحدود شهرين ونصف أو أقل فلا يمكن أن ينسخ حكم من الأحكام الشرعية وإنما يبين أن هذا أحد أفراد التخيير إذا في العصر الحاضر ليس من الصلاح الاسترقاق فلا مانع في الإسلام من عدم الاسترقاق هناك بدائل أخرى هذا قطع النظر عن الإشكال النقضي بأن الغرب عادة فيه حالة من النفاق يقول بأنه ألغى الاسترقاق ولكن هناك حالة الاسترقاق ولكن بطريقة أخرى حالة العبيد والإماء بطريقة أخرى الرقيق الأبيض تجارة الإنسان هذه من الأمور الشائعة في دول العالم يعني في الظاهر هناك إلغاء لحالة الرق ولكن في الواقع ملايين وملايين الناس هؤلاء يعاملون أسوأ من معاملة الرقيق ولكن تحت يافطت ولافتت حقوق الإنسان المكذوبة في كثير من الأحيان المقصود ما دام هو هذا حكم شرعي ومن مسلمات القرآن أن يأتي الإنسان استرضاءا لشرق أو لغرب أو لمنشور أو لقانون دولي يحاول أن يلغي هذه الآيات وأشباحها من القرآن الكريم هذا العمل في الواقع هو جعل القرآن عظيم مثل بعض الناس الذين يذمهم القرآن الكريم هؤلاء الناس يريدون أن يرضو المؤمنين ويريدون أن يرضو الكفار والمشركين فيريدون أن يجمعوا بين الأمرين وهذه الحالة لا يمكن أن توجد في إنسان سوي لأنه الإنسان الذي هكذا حالته كما ذكرنا يبتلى بحالة من الإزدواجية في الشخصية وحالة الإزدواجية في الشخصية هي حالة جدا خطيرة للإنسان وبالمآل تؤدي إلى أن يفقد فائدة الأمرين ويقع في ضرر الأمرين هذه المشكلة الثانية في مشاكل تعامل كثير من المسلمين مع القرآن الكريم المشكلة الثالثة هو التأويل من غير دليل نحن نعلم أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ولكن هناك أيضا آيات متشابهات وكما الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فكما هو واضح أن بعض الآيات القرآنية متشابهات وهذه الآيات المتشابهات بحاجة إلى تأويل ولكن هذا التأويل ليس عمل أي إنسان وإنما هذا التأويل يعلمه الله سبحانه وتعالى والذين علمهم الله سبحانه وتعالى أي رسول الله والرسول علم العم المعصومين لكن إذا الإنسان جاء يرى أمرا ضمن الثقافة الإسلامية لكن هذا الأمر يتعارض مع ما يوجد في الثقافة العالمية في هذا اليوم إن صح التعبير وخاصة في الثقافة الغربية فيريد يجمع بين الأمرين يعني يجمع بين القرآن ويجمع بين الثقافة الغربية فماذا يفعل الكثير يحاولون لي عنق النصوص بحيث أنه يؤول الآية بما تنسجم مع الثقافة العالمية أو المستوردة أو الغربية ومن ثم يريد أن يريح ضميره بأنه عمل بالقرآن وفي الوقت نفسه لم يعرض بمضايقات أخرى قد يواجه بها في عالم اليوم مثلا من باب المثل نحن نعلم أن عالم اليوم يهتم بحقوق المرأة طبعا قبل عالم اليوم الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعطى لها كرامتها الكاملة طيب هناك آية في القرآن الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن هذه المرحلة الأولى وهجروهن في المضاجع هذه المرحلة الثانية واضربوهن الضرب طبعا حسب السائد في ثقافة عالم اليوم الضرب أمر مرفوض بشكل نهائي وهناك تشنيع على المسلمين بأن في كتابهم المقدس تشريع لضرب النساء البعض بدون التفات إلى الوجه في هذا الحكم طبعا الحكم ليس معناه ضرب النساء بشكل دائم كما يفعل بعض الرجال وهذا محرم لأنه لا يجوز لأي إنسان أن يضرب إنسانا آخر إلا في الموارد التي شرعها الشارع فلا يجوز له أن يضرب زوجته إلا إذا لم تؤدي حق الزوج وحق واحد من حقوق الزوج والتي تخافون نشوزهن إذا نشزت على زوجها لم تؤدي حقه في الفراش فاعظوهن المرحلة الأولى تكون الموعظة وهجروهن في المضاجع هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة الضرب وروايات والتفسير عن رسول الله والأم عليهم الصلاة والسلام يبين أن هذا الضرب لا يكون ضربا مبرحا بحيث أنه لا يجوز أن يسود أو يحمر مكان الضرب وإنما الغرض منه الإهانة لماذا شرع هذا الحكم لأن الأمر إذا كان هناك نشوز نتيجة يدور بين انهيار الأسرة إذا لم يعالج النشوز وإذا عولج النشوز استمرار هذه الأسرة طبعا العلاج قد يكون بالضرب غير المبرح فأيهما أفضل هل نترك الأسرة تنهار ما يؤدي إلى انسياب الأطفال ولعله في كثير من الأحيان هناك تكون مشاكل كبيرة أو يكون هناك ضرب غير مبرح طبعا الخيار الثاني هو الخيار العقلي فهذا موجود في القرآن الكريم أنت تريد أن ترضي الغرب أو الشرق عنك تحاول لي عنق النص وتقول بمعنى أن اضربوهن مثلا اضربوهن في الأرض يعني سافروا بهن هذا تأويل بدون دليل وتأويل خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة وهذا أمر مرفوض بشكل نهائي فالحاصل أن المشكلة الثالثة التي نواجه بهذه المشكلة هو التأويل من غير دليل وهذا التأويل من غير دليل بلأي عنق النصوص يولد نوع من الازدواجية في حياة الإنسان نكمل هذا البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات